برضو عماد النحيس عايزين نتطمن عليه بس بعد ما نقول لكم الخبر ده الخاص بعلاء عبدالغاني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المؤولين العرب اللي أعلن عن خطة الفريق اللي هيلعبوا بيها ان شاء الله في المبارايتين الوديتين خلال 48 ساعة. لعب منها ودية الودية دي النهاردة كانت على أستاذ عثمان أحمد عثمان في مواجهة فريق أسوان وكانت طبعا المباراة دي اللي شافها يعني خلصت بالتعادل واحد لواحد. فريق الجونة بكرة ان شاء الله برضو ليه مواجهة وده طبعا هيستدعي وضع تشكيل مختلف لكل مباراة. كابتن عماد النحيس عايزين نتطمن عليه المدير الفني المؤولين العرب أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا أستاذ السلام. الحمد لله على السلام أهلا بيك يا عماد. أهلا منوارنا في بيتك برضو بيت الكبير بيت النادي الأهل. أكيد وعجبني جدا جدا اسم البرنامج يا كابتن هاني يعني فعلا حقيقة حقيقة كبيرة ومميازة لإسم النادي الأهلي. في البيت الكبير لها معنى كبير جدا 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 طبعا. طمنا الأول عليك يا عماد يعني ألف السلام عليكم. سمعنا الأسبوع اللي فات كان فيه حادث سيارة كده خفيفة إن شاء الله تكون أفضل. طمنا عليك. مضبوط يا كابتن الله. أنا الحمد الله يعني كان ظرف صعب جدا وعد على خير الحمد لله. والأمور الحمد لله يعني طيبة. وربنا سلم يعني الحمد لله. حصل لأي أصابات يا كابتن عماد؟ لا لا. الحمد لله أنا أستاذين بس. العربية هي الأصابات شوية لكن أنا الحمد لله مشكلة. يعني فداك. أحمد ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. لا ألف سلام. طيب عماد الموسم عدة أعتقد من أفضل المواسم في تاريخ نادي المقولين. أعتقد أنت عامل طفرة في الأداء. عامل طفرة في النتائج. قلنا إزاي الفترة اللي جاية أو الفترة اللي فاتت تحديدا. اشتغلت من خلال بعد العودة من راحة سلبية كبيرة جدا. وأنا شايف من خلال برضو شغلك أنك معتمد بشكل كبير جدا على المباراة الودية. بيلعب تقريبا كل يوم مباراة. أكيد بيتغير التشكيل. فعايزين نعرف بالزبط الفترة اللي جاية. إن شاء الله نادي المقولين راي على فين؟ كده كابتن برضو إحنا من الناس اللي عليها ضغوط بعد تفيدنا في الجدول. والطموح الكبيرة اللي موجودة عندنا كنادي موليين نحن نكون موجودين في المربع الإقاف أو الوأس كان التطرى كبيرة جدا عدى النهاردة ثلاث شهور ونصف. لما نيجي نلعب إن شاء الله في نصف شهر يبقى أربع شهور. إحنا أول مباراة لنا مع سموحة تلاتاشر ثمانية. يعني بدأت أخر مباراة لما كانت عشرة ثلاثة. ثماث شهور الأول مباراة لك بعد خمس شهور المباراة يكون ضعبية. ولكن احنا في منتلال التواقف كنا بنشتغل حاجات كتير ولكن برضو مهما كان بتشتغل مع اللعيبة منتلال التدريف في البيوت كان برضو الموضوع صعب جدا. لكن الحمد لله بدأنا وعملنا فترة هتلحق يا كابتن شايف أن أنتو ممكن تلحقوا بشكل كامل أن الفريق يكون مستعد إن شاء الله في فترة زمنية وجيزة. إن شاء الله. قبل أغسطس طبعا. اه. احنا يعني يعتبر آآ إن احنا بدأنا فترة عدد أكيد مكسفة من أول يوم. آآ. من أول يوم احنا بدخلين جزء الكورة مع الجزء البدني. آآ. مع الفترة اللي امتدت الفترة كبيرة. آآ. أول ما بدأنا تلات شهور مستفى وقت صعب على العيد حتى لو هي جاري أو أمور اشتغل من خلال البيت كانت بصعب يعني. احنا اشتغلنا على طول والحمد لله بسرعة النهاردة في الثاني مباراة ودية لنا. آآ. بعد تلات أسابيع تقريبا بداية. آآ المباراتين كان مع أسوان احنا كنا محددين أسوان آآ الانتاج الحربي. آآ. اعتذر الجيش وظروف طبعا الانتاج الحربي الأخيرة هي آآ خلتنا نغير مرة تانية ويلعب أسوان مرتين في اثنال كمان تيام. آآ كل مباراة لها لسه لها ظروفها يعني أول مباراة كنا بسرعة على اللعيبة الخمسة واربعين ديها وخمسة واربعين ديها تشكيل مختلف تشكيل يلعب شرط وتشكيل يلعب شرط. النهاردة برنا ان احنا نوصل لتشكيل يلعب لمدة تسعين ديها مع تغييرات بسيطة اي حد يحسك تعب او اجهاد نقدر نرياحهم. النهاردة الحملة على اللعيبة كانت أعلى. مم. وبكرا ان شاء الله عند المباراة تبقى هنا بعشر لعيبة تانية. يعني الفريق تاني برضو معاها تبدلين او ثلاثة زم عملنا النهاردة. والفريق كابتن بدون قطع كلامك موظف بقى على موضوع المسحات. يعني. اه. 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 والاجراءات الوقائية برضو ماشية بشكل سليم. يعني طب مننا برضو دي اهم حاجة يعني. اكيد. يعني احنا الحمد لله. اه. اه. اول ما بدانا كان عندنا حالة. اه. والنهاردة في اخر مسحة برضو عندنا حالة. وبردو. ان شاء الله تعمل برضو معاها بشكل بس. بدون اعراض الحمد لله. اه. وشايف كابتن ايماد برضو. اه. شايف ان برضو العين على قطاع الناشئين. لسا كنت بتكلم. على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. واهتمام مجلس ادارة. ان ولاد النادي الاهلي يمثلهم في الفريق الاول. انا شايف كمان انك بتبص التحت في ولاد موليد 2001 و2003. بدأت تبص عليهم. اه. مضبوط. مع الفريق الاول. مضبوط. ومن اول ما بدانا فترة الاعداد. اه. عندنا برضو قاعد ناشئين من قطاعات مميزة جدا في النادي الموليد. المباراتين احراز الاهداف لاثنين من الشباب الوعدين ان شاء الله. يوسف حسن. 2003 وزيادة طلبة 2001. اه. ولسا معانا فاضل ابوازة موجود. اه. اه. انا حسن ان انت مش اندر تتكلم. اه. اه. والله حسنك تعبان. مش عارفة ليه. اه. اه. سوطة يعني. يعني ممكن تكون فعلا. اه. يعني تأثير الاصابة مثلا او كده ولا ايه. ولا ايه. ولا ان شاء الله سليما. في اسماء. في اسماء شهرة انا عايز اجيب بس اسمه. اه. الاسم مش راكب مع اسم شهرة. مش مش أنا أريد أن أسألك عن اسم تاني. يوسف حسن موليد 2003 هو اللي حطت جنة تعادل. فأنا شايفه بصراحة أن يعنيك حلوة زي فايلر كده. اللي بيعتمد في الفترة دي على النشئين. زي ما كنا بنتكلم مع كابتن رمضان. الفترة اللي جاية المنشاط فيها دوري مضغوط جدا. فترة الراحة كانت كبيرة. وارد ومعرضين كلنا لكل الأندية. مشكلتنا إحنا بس يعني. اللعيب اللي مش يقدر يحفظ على نفسه كل ثلاثة أيام تلعب مباراة. فممكن يحصل لقدر لا إصابات. فانت نازم تكون جاهز بأكبر عدد ممكن من اللعيبة. عندنا لعيبة الحمد لله من السنة اللي فاتت يشاركوا معنا من النشئين. لكن إنه يشارك يبدأ ياخد في المباراة. يبدأ يكمل معنا في المنشاط البداية. يبدأ كمان هو يظهر نفسه فترة دي فترة مهمة بالنسبة لهم برضو. وكل اللعيب السنة عشان بيه لعيبة بتتمرن معنا من السنة للفترة إصدقاء بتاعتهم السنة دي أعلى. وبرضو لما بيعد عليه موسم في الدرجة الأولى بيتمرن بيلعب معنا من شاط ودية. وشايف اللعيبة بياخد نفس الشغل. طبيعا من الحماس اللي عنده بيزيد. طبيعا نهو نفسه يشارك في الدرجة الأولى خاصة أنه بيتم السنة. وحرج من المعاولين وعندنا كل دوت برضو بيزوء الولاد. وده من الحياة اللي احنا نفسه. يعني دائما احنا حطينها الدوافع للعيبة. زي ما تكلمنا على طاهر ويسكواري وعبداللهاب اسماعيل ومحمد علي مواليد تسعة وتفعيل. لأ عندنا الحمد لله النادي موجود فيه ماشئين. بس أنا أقولك اللي معطني بس إن في أزماء. أنا أحافظ مثلا النهاردة معنا شازلي. لسه ما لعبش معنا في المشاط وبدية. محمد مصطفى العيد نفس ملعب. موليد ألفين واثنين. الاثنين موليد ألفين واثنين. يعني الحمد لله معنا في الملعب ألفين وثلاثة ألفين واثنين ألفين واحد ألفين. تسعة وتعيل محمد علي معنا من السنة اللي فاتف يتمرم. وإن شاء الله يشارك معنا في الفترة اللي جاية بشكل كويس. يعني يكون إضافة للمجموعة الموجودة يعني. طيب سريعا جدا عماد سؤالين. أنا نفس أعرفهم لأن إنت استلمت نادي المؤولين. أعتقد كنا في مركز متأخر جدا. إزاي وصلت للمرحلة دي مع الولاد. أكيد كان فيه شغل نفس كتير جدا. وإنت قربت لأن أنت تمثل مصر على المستوى الأفريقي. الهدف ده أعتقد هو الهدف الأكبر لنادي المؤولين دلوقتي. إزاي عملت دوت. وإزاي زرعت الجزء نفسي كبير جدا جدا. أنت توصل للعيبة دوت للمستوى. أنهم عندهم طموح للعب على المستوى الأفريقي. نادي المؤولين من دمن الأنداف المصرية التي حصلت على البطولات الأفريقية. عملت ده إزاي؟ وسريعا كمان عودة الدوري. يعني الجزءين مرتبطين ببعض. فإشرح لنا سريعا كده الجزء الأولاني والجزء الثاني سريعا. الموسم اللي فات لما استدامنا المهمة كانت التريف الترتيب المركز الأخير بتسع مباريات سبعة بوم. وربنا كرمنا من أول يوم جامحاتك بطولة كابتن هان إن احنا اشتغلنا فعلا على جزء تفسي جدا على اللعيبة. لكن ساعدنا كده برضو مجموعة اللعيبة الكبارة اللي موجودة. مجموعة ساعدنا أكثر طبيعة النادي. الهدوء اللي موجود في النادي. الاهتمام اللي موجود من مجلس الإدارة. مهنس محسن طراح ومهنس محمد عادل. الدعم اللي موجود في النادي. تطير ربنا بقى في حتة المكسب. ان انت تقدر تساعد اللعيبة من خلال المكسب. ان انت هو ده اللي احنا بندور عليه. مش معنى ان انت بتلعب في نادي. النادي ده ينتمد شركة. ان انت تكون موظف. انت لعيب محترف وعندك عاد لعيب محترف. لازم تفكر ان يكون لنا أهداف. لما بدأنا من الموسم اللي فات ان احنا نفط أهداف لنا. وبدأنا نوصل للعيب. والعيب ياخد سطة اكتر في نفسه. من بعد ما كان بيختار. بدأنا الحمد لله نجسب. بدأ يلاقي نفسه في المركز الرابع. وكنا بنفس لآخر أسبوع. الموسم اللي فات على المركز الرابع. دي خلتنا نبتدي من فترة الاعداد. والانتقاءنا للعيبة. ومين يطلع. مين يجي من اللعيبة. وتعمل فريق جديد يقدر ينافس. ده كان توفي ربنا سبحانه وتعالى. من العيب كان متواجد معنا زي معروف يوسف زي شكري. طب انا عبص هنا عشان. كل المجموعة اللي موجودة معنا. وقدرنا ان احنا نتعاقب معنا. لازم عبص هنا. لازم عبص هنا. لازم هنا. مع المجموعة اللي منا بها. في الموسم الجديد. قدرت الحمد لله توصلنا. تمام. لخمسين في المئة من اللي احنا عايزينه. تمام. الخمسين في المئة التانية ان شاء الله نكملهم مع بداية الزور التاني بإذن الله. شكرا لك كابتن. والف السلام عليك. والف السلام عليك. والف السلام عليك. ونورنا دايما عمضة كده ان شاء الله في البيت الكبير في النادي الاهلي. برضو خبر عن كورونا. برضو.